كلف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بسرعة صرف التعويضات الخاصة بالمستحقين نظير إزالة عقاراتهم المتعرضة مع إقامة عدد من الطرق والمحاور المرورية بالجيزة وخلال لقاء لمتابعة عدد من المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظة خاصة في قطعات الطرق والخدمات والمرافق كلف مدبولي بأن يتم الإسراع في أن يعرض على مجلس الوزراء تخصيص عدد من قطع الأراضي الحكومية في المحافظة لإقامة مجموعة من المدارس وهو ما يسهم في تقفيد الكثفات الطلبية بالمدارس